السلام عليكم ومرحبا بكم حبوباتي انتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبتو لكم اليوم كما عودتكم ديما نبدأ وكلمنا بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم اليوم حبوباتي وليت معكم في فيديو جديد ولا روتين جديد ولي هو تحذير الفاطور تاع اليوم الثالث من شهر رمضان المهم حبوباتي يعني ابديت معكم الروتين غير دخلت الكوزينة أصبحت بريس بهذا الحمي يقول لكم اذبحنا هكا الرمضان هكا بش نفوتوا به ومام البنات الثانيك الواحد بروفيتي يصدق يعني ماشي كل واحد يذبح ولا يشري كنتي تيزع ما تعماكلا ولا تعخضرا ولا تعفاكيا غير اللي يأكلوا يعني ديما حاولوا تصدقوا وصادقة البنات نعطيكم ناصيحة الواحدة كيتحب تصدق ماشي نصدق انا على خالتي ولا عمتي ولا أختي ولا لا صدقوا على اللي يكون ما عندوش يعني كينشي ناس والله الحم كامل ما يدخلش ديارهم كينشي ناس بلك الحليب كامل ما يأكلوهاش بلك الفاكية كامل ما يأكلوهاش بلك يأكلوها من العام للعام ديما البنات كيتشرو ولا يكون عندكم بالزيادة تفكروا الناس اللي ما عندهمش المهم حبوباتي كما اني شاركتكم يعني قلت لكم ادخال دياركتما للكوزينة كان خوية قطعنا هذاك الخرف دياركتما بديت نستف كل حاجة واحدها يعني تحت شربها وحده اللي يديروه الاساس وحده ولي يتصدق ثاني كواحده ومن بعد البنات هناك نحية كميه صغيرة تاع الحم رايح ندير بها الحريرة كما راكم تشوفوا برك البنات نعطيكم فكرة اذا حبيتوا الحريرة تجيكم شابه حاولوا تديرو لها الشحمة تاع الكلوه الكلوه تاع الخروف ديما تجي مغلفه بشحم هذيك الشحمة تجيب بزيف بنينا اذا درتوها للحريرة المهم حبوباتي كما راكم تشوفوا وخليت هذيك الحم يتقلى مليح في هذيك الزيت يعني حتى هذيك الزيت بدأ بنت الحم بعد زيت بصلة قد بدأ شوي يدخل فيها الطياب بزيت الباطاطا مام الزرودية والطماطيش مع القصبر يعني قليتهم حتى دخل فيهم طياب من بعد مرقت عادي وهنا البنت يعني قدرت الحريرة تاعي طيب وهنا وليت البورك البورك كنت شاركته معاكم درتو بلافخص تاع الباطاطا مع البصل مع الزيتون مع الفورماج والقصبر جي هذي لفخص بزيف ابنينا بعد ما طيبت هذيك الباطاطا قليت معها قدتكم شوية بصل خلط كامل امليح وبديت انفخصي في هذك البورك تساعد وبينسيو حطيتو ابجيها وهنا البنت وليت لتة بيلة تاع الحريرة كيما كنت شوفو بالنسبة للتتبيلات يعني انا نطيب الحريرات تاعي غير بشوية فلفل اسود مع شوية ملح من بعد البنات كي نرحي الخضراء يعني بعد ما نرحيها ونديرها في القدرة ولا في الكيكوتا نرجع ندلها هذي التتبيل يعني ندير طماطيش ندير راس الحانوت ندير شوية قصبر شوية ملح طماطيشال ليبوات مام العكري ونزيد لهم الزيت مع الماء ثانيك خطرات النرابين هم فص ولا زجوف يعني هذي التتبيلات هي اللي نعتمد عليها في الحريرة ونديرها قبل ما نرمي الشيشة بالنسبة للشيشة اللي راح ندير راح ندير هذيك تاع المرمز برك لبنات ناصحة يعني الشيشة قبل ما نديرها مش غير تغسلوها وترموها لا حاولوا ديروا ديروها في ماء سخون يعني خطرات اللي اتشلوها ومبعد ديروها في الماء سخون حوالي عشر القائق من بعد ارموها في هذيك اللي بزاف ابنينا المهم حبوباتي كما قمشتو هنا قدرت هذيك التتبيلات وخليت الحريرة تاعي هنا لبنات وليت البوزلوف بالنسبة البوزلوف كنت شاركت معاكم الطريقة كيفاش نطيبو يعني كنت شاركتها معاكم في بوزلوف تعالي دمية رايحة نعاودها لكم المهم حبوباتي كل واحد كيفاش يدير كاين اللي ما يغليش كامل في الماء يعني غير يغسلو ويديرو ويديرو ديرو بلاصاص يعني يديرو طماطيش وكامل توابل تاعو انا ما نديرش هذي طريقة انا نقطعو وبالك بزاف كل واحدة تقولنا الطريقة كيفاش طيبو هكا باش نتعلمو اعلى بعض انا انا نغليه في الماء قيب ثلث سوية حتى الربع سوية يعني نقص عليه ونخليه طيب مليح في الماء والملح من بعد البنات نحاول نحملو كامل هذوك العظومة يعني يخلي غير هذك الحم مع هذوك الجلودة مي العظومة كامل ان نحم ونحاول ان قطعو كارويات صغيرين انا هنكمل كامل ان قطعو من بعد البنات اهنا رايح حاق نولي لكم وننشارك معاكم التتبيلاء اتع بوزلوف اهنا كما كم شوفوا بعد ما قطعتو كارويات صغيرين رايح حاق نبدأ ندلو في التوابل اتعو اول حاجة ديروها واللي هي القصبر يعني القصبر يطلق بزاف شباب الكمون مام الثوم يجي بزاف اشباب البوزلوف المهم حبوباتي كما كم شوفوا قطعتو كمية ملق اصبر درت له العكري درت له شوية فلفل اسود درت سكن جبير ودرت لجي بيز كامل مخلطين سبيسيال تعلحم يعني هذو كوشريتهم كامل مخلطين مع البنات برشع ملح ومعا كمية مليحة من الثوم يعني الثوم رايح حطلق بنا بزاف شباب وشوية زيت وطوم عطيش تعلعل علب وهنا البنات رايح حاق نديرو فوق النار يعني حاق نطيبو في هذا التعجين شاركتكم كشريت وطيابو بزاف اشباب المهم حبوباتي رايح حاق ندير بوزلوف تاعي فوق النار نقص عليه كامل مكثلوش الماء وهنا نخليه يطيبو نولي للبوراك تاعي يعني بعد ما عمرت البوراك تاعي هنا رايح انقلي هذي لا فخص كنت درتها كون فيديو واحده المهم حبوباتي بعد ثانك ما قليت البوراك ثانك كنت وجدت هنا الفلان درت فلان عادي فلان نوارا بدوق شوكولات درت له نص يطره تحليب وخلط وعد يعني مدرس فيني ما يزين هنا بالنسبة للتزيين رايح اندلو اوريدات بشانتيه هذي شانتيه اللي موليتش كامل تخطيني تاع الصح بزاف مليحة بزاف تنفع اهنا زيينت هذا الفلان درت له هكا اوريدات و رايح نحماص شوية كوكو ثاني كنرشو كامل بهذا الكوكو وهنا سعي لبناتكي كملت التحلية مازالة غير البوراك يعني ان وجدوه ونسخل الحريرة وتكون طابلة تاعي واجدة هنا كما كم تشوفوا بديت نقلي في هذك البوراك وسخنت الحريرة وهي لكم الطاويلة التاعي يعني طاويلة البسيطة كما كم تشوفوا حبوبتي هنا يا طاجين اللي حلو هذك يبقى كما هكا بل كي سيما نولا هو داخل خارج للفخيجي داخل شفوا الحريرة هذيك اللي درتها جات شاهي شاهيتكم في الجنة اذا حبيتوا الحريرة تاعكم اجي شابة كثروا لها البصل وطماطيش تاع الحبة مام هنا شفوا هذك البوز اللوف كيف جاء جاي شاهي واللي تكون تتوحم وقولها عمري شاهيتك في الجنة واللي ثاني كتكون في خاطرها اقول لك حبيبتي شاهيتك في الجنة وهنا قدرت هذا واللي صعص ثاني كنت شاركته معكم يعني بالنسبة للفطر تاع نهار اليوم قدرت احذيرها مع هذك البوز اللوف مع البورا قدرت الولافاخ تاع الباطاطا جيت بزافة بنينا هذا هو افطرنا اللهم اديمها نعمة هنا كما كم تشوفوا بينشيط بعد مفطرنا يعني غير كسرنا الصيام احليب وتمر رحنا صلينا اول حاجة نديروها ان نروحوا نصلوا باش نولوا ان نفطروا يعني نكملوا فطرنا المهم حبوباتي يعني انا لولا اللي سب اقترها تصليت قدرتها باش نولي نروح نسربي لهم كام الحريرة وشوفوا البنات عليك حلاجت بزاف شابة المهم حبوباتي بينشيو افطرنا اللهم اديمها نعمة يعني شوفوا النهار اللي راه ينقص ينقص غير من احمرنا ماذا بنا الواحد يبروفيتي يصلي ويتقرب ربي سبحانه ويحاول يدير الحوايج الايجابية في حياته ما يديرش الحوايج السلبية المهم حبوباتي وهنا البنات راح نولي معكم للصعراء بالنسبة للصعراء كي ما كنتشوفوا قدرت هذا كلفلون بالطريقة التقليدية باركا هنا كنت زينتوا بشوية كوكا و ايفي لحمصتوا مع هذيك الشانتي وهنا كي ما كنتشوفوا ذانيك شرينة كمية قليلة باركا ازلابية مع قلب اللوز يعني ما نشف بزيف طعفوه احنا في العائلة غير ثلاثة على ذاك ماشرينة كمية اكبيرة بارك لبنات هكا للفالو كامل وقدرت قهوة احلي بلي انا اولو ميمتي واخويا كدرت له فنجر قهوة اكهل هذا هو كامل انهاري كيف شفيت المهم حبوباتي يعني حبيت ندير لكم طالة حبيت شارككم بالافكار يعني وجدرت كيف شفوت كامل انهاري وانا حبوباتي معلية اتحال الله ولي في رواحكم ما تنساوش جام وكومنتر على فيديو الى فيديو اخر يا ربي انصبكم بخير بارك لبنات ما تنساوش تدعو البعضكم يعني اللي متمنية شي حاجة يا ربي يعطيها لها اللي متمنية ذرية نقولها ربي عمار حجرك في اقرب وقت ونقول اللي متمنية الزواج تانيك ربي يعطيها برنص ترا وشوفوا والله العظيم يعني عن تجربة اللي حابة شي حاجة تتقرب ربي سبحانه اي حاجة ركي حابتها تقرب ربي سبحانه تاع الصح هو اللي رح يمدلك اي حاجة رها في خاطرك وحاجة واحدة اخرى ثانيك حاولوا تدو دعوة الخير مش شي شرط مانيش اعرف بلك تديها غير من عند امك ولا من عند اختك ولا قادر تديها من عند انسان كامل بعيد صرت وضوكها رمضان قادر زي ما يكون عندكم جاركم كبير ولا عجوزة قريبة لداركم منشع فما طيبش ولا كين انسان قليل ما عندوش ولا حاولوا تقسموا معاهم مشكين يعني انهار تفكرهم تفكروا الصبيان الصغار تفكروا ليتا ما تفكروا الفقارة والله لا ربي رايح يعطيكم وهذه اعان تجربة وهنا معلية الانقلكم تهلا ولي في رواحكم ما تنسوا الجامع وكومون تاغلا فيديو الى فيديو اخر يا ربي انصبكم بخير سلام بالعمل ترجمة نانسي قرقة اشتركوا في القناة